حضرتك اتكلمتي عن جودة النوم هل جودة النوم ده مدة ساعة؟ لا في ناس كتيرة فعلا بتقعد في السرير ممكن نمت 11 ساعة بس الصحي مصدع وحسن ما نمتش ولا دقيقة دي مشكلة في جودة النوم مش بالمدة فهي جودة النوم راجل عمال عليه داخل السرير داخل ينام زي ما حارتك بتقول كده بيبقى في عوامل أخرى أنا مضغوط أنا متدايق أنا داخل النوم زي ما كنت وتفضلته في الفقرة السابقة هربان ومن حاجة فأنا دماغي شغالة وشكلي نايمة في عوامل كتيرة في مرض في تعب في وجع في جسمي فأنا قاعدة في السرير كتير بحاول أنام النوم متقطع لكن هو ساعات طويلة أنا قاعدة في السرير فجودة النوم لها حساباتها غير مدة ساعات النوم تفقت النوم حاجة مهمة جدا أنها بتعتمد قد إيه أنا بدخل في مرحلة النوم العميق النوم العميق اللي بتتميز فيه خلايا المخ إنه هي بتبقى فيه هدوء النشاط فيها بيقل جدا فتحس إنك نمت تسحى الصبح اللي قولنا إحنا حتى الريستورتف اللي هو أنا نمت النوم اللي ريحت ممكن ساعتين تلاتة بس صح يا فائقة دي فيها أحلام عشان أنا كنت سمعت إن جودة النوم مرتبطة بالحلم لو حلمت يبقى أنت فعلا خدت قسط كافي من النوم نوم عميق كمير حتى لو ما كانش نوم عميق حتى لو ما كانش المدة كانت طويل أم لا بالشرط لإن إحنا عندنا نوعين من الأحلام إحنا عندنا كذا مرحلة في النوم في مرحلة معروفة بتاعة الأحلام المراحل الأخرى للنوم ممكن يبقى فيها بعض الأحلام برضو تمام بس ممكن أحلام مزعجة ممكن كوابيس حاسة إن أنا صحية كل اللي أنا عيشته الصبح شايفة بالليل فما نربطهاش قوي بالأحلام إلا لو حلم لطيف بقى وحاسة إن أنا صحية مفتوطة يبقى غالبا نمت يعني طب هو النوم ممكن أقسمه يعني ساعات النوم ممكن تبقى مقسمة فيه نوم بيبقى مرحلة الجسم فيها في بداية النوم بعد كده نوم عميق غيرها وأفضل ساعات النوم إيه كمان يعني عارف إنه من عشرة بالليل للساعة واحدة الصبح تقريبا لا مش عشرة الواحدة لا هو هقول لحاديك حاجة أوه احنا كل سن وليه احتياجات ساعات نوم فمثلا لو هنتكلم على الأطفال فبنتكلم متوسط مثلا من 8 إلى 10 أو مثلا من 9 إلى 11 لهم الأطفال مثلا لحد 6 سنين 7 سنين في فترة إنهما سن المدرسة والمراهقين بنتكلم في حوالي من 8 ساعات أو كده ده بيبقى كويس قوي في السن الأكبر شوية بـ 18 سنة وأكبر بنتكلم 7-8 ساعات ده بنتكلم طبعا احنا بنتكلم 8 ساعات دي فيه شباب أو أولاد بينامون 8 ساعات دي مثلا من الساعة ساعة الصبح للساعة ستة المغرب زي ما حريك بتقولي كده حكاية بقى الشيفتينج بتاع النوم ده لا ده مش صحي جدا مش صحي خالص هو أحسن فترات النوم النوم بالليل اللي هو مثلا بنتكلم مثلا حريك بتقولي كده من 11 لحد 6-7 الصبح لأن كمان اللي بيعتمد وبيعمل هذا السايكل زي ما بقول حريك فيه تغيرات جسمانية وهرمونية وموصلات عصبية بتزيد وبتعلم فأنا محتاجة بقى منتظمة وده التوقيت اللي الجسم بيزبط فيه كل الحاجات لما أنا نام الصبح فيه هرموناتها تتغير وده بيأثر حتى على المناعة على الصحة الجسدية على الشراهة في الأكل والشهية بيأثر على صحة القلب بيأثر على التركيز والذاكرة والانتباه لأن ده مش المعاد اللي زي ما بقول حريك اللي هو بيعمل النوم اللي هو الريستورتف اللي هو يستعيد بيه نشاطي اللي هو فعلا أنا استعدت نشاطي صح يا الصبح في كامل نشاطي